انت بتعمل ايه? ها? بتعمل ايه? يعني عايز تشتغل عندي موزيع في القناة ليه? ولو انت شايف ان الصراحة من اهم مميزاتك وعايز تبهرني بصراحتك وتقول انك عايز تشتغل موزيع في القناة علشان تبقى مشهور ومعك فلوس فانا ما بسألش عن كده. انا بسأل عن هدفك اللي عايز تحققه من خلال عملك كموزيع. غرض الشغلان يعني. يعني لما تبقى موزيع هتبقى تعمل ايه? انا بقول للناس الحقيقة. بتقول للناس الحقيقة? ليه? بتفتكر بالشكل ده هتبقى ناجح? مش الفكرة انا قصد يعني. اما ليه الفكرة يا ابني? ايه الفكرة? ما لو انت مش ناجح محدش هيتفرج عليك. ولو محدش تفرج عليك هتبقى ولا حاجة. صفر. عدم. زي ما انت دلوقتي كده. ما تزعلش بقى وطعيات والددف في الارض. انا كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا قلتلك الحقيقة. والحقيقة برضو انك حافز كلمتين وجاية تسمعهم لي لانك مش فهم اي حاجة. لان انت والي زيك لازم تصعبوا الحقيقة علي انا والي زيي وتخلونا نعمل كل حاجة بنفسنا. عندك فكرة ده صعبة ده? ده صعب ومزق وكريح. علشان كده انا قررت ان انا ما شغلش اي حد معايا. غير لو كان على الاقل بيفهم في البديهيات. الناس يا ابني مش عايزة تعرف الحقيقة. الحقيقة حاجة واحدة. سابتة. والناس كتير. الناس لو كانت عايزة تعرف الحقيقة كانوا. كل الناس اللي في الدنيا مسلا امنوا بدين واحد. كان كل الناس استثمروا فلوسهم. نشاط او اتنين بالكتير. ما كانش ايبقى فيه ظلم ولا محاكم ولا سكون. الناس لو كانت عايزة تعرف الحقيقة كان كل الناس اللي انت شايفهم دول زمانهم دلاتي راحوا يخلصوا اجراءات الدفن بتاعة قريبهم اللي ماددين عالسرار جدا. لان في الحقيقة كلهم هيمولوا. ولا ما كانتش المستشفى كلمتهم عشان يجوا النهاردة بالسانة. الناس لو كانت عايزة تعرف الحقيقة ما كانش حد عاش. ده انا كلنا هموت. مش دي حقيقة برضو? طيب تخيل انت بقى صحيت عالصفح كده وراح تتقدم البرنامج بتاعك وقلت للناس صباح الخير يا جماعة انتو كلكو هتموتوا. تفتكر كده هيبقى اجرك اربعة خمسة مليون جنيه في السنة مسلا? لا خب. مع انها حقيقة. طب تخيل انك قلت لهم انتو عايشين في مزبالة هيبقى عندك فيلا في السحل الشمالي? واتروح برضو بصيف في اسبانيا? اقولت لهم انتو مملين وتفين وسطحيين لدرجة انك ما عندكوش اي حاجة تعملوها في حياتك وغير انك تتفرجوا عليهم. كده هيبقى ليه خلاقة بصنع قرار وصفرة ووزراء ورؤساء ده. هم عارفين الحقيقة كويس. بس مش شرط يكونوا عايزين يسمعوها. علشان كده انا وانت موجودين. وانا مستعدة اتعلمي. انت مهمتك انك تقول للناس اللي هم عايزين يعرفون. اللي هم اصلا عندهم استعداد انهم يصدقون. شغلتك انك تطمنهم. تقول لهم انتو معاكو حب. شغلتك انك تقول لهم ان اللي هم مصدقينه ده صح ومزبوط وسليم بدليل كزا وكزا وكزا. شغلتك انك تسعدهم انهم يفضلوا عايشين في الوقت. الناس حيث اللي يخدعهم من مزاكهم. زي الساحر كده. تفتكر الناس هتخش تدفع تسكارة وتتفرج على ساحر. لو قال لهم الحقيقة. لو كشف لهم مسرارة يعني. طبعا لا. الناس بتخش تتفرج مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وفي كل مرة بيستنين ان يشوفوا معجزان. لان هو ده اللي هم عايزينه. وكل ما كانت الخدعة قوية ومحبوكة. كل ما تتصدق اكتر. كل ما تصدقت. كل ما نجحت. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. كل ما نجحت. كل ما بقيت موجود واستمرت وستمرت. السحر. خدعة. تضليل. السحر دايما بيبعايزك تركز مع عيده الشمال. عشان يطلع هو حاجة باليمين. اي سحر ينفط جيبه او يهرش في دماغه. ما تصدقوش. تاريخ السحر بيقول ان كل الصحراء اللي في التاريخ اعتمدوا تقريبا على نفس المبدأ. التركية دايما بتبقى مختلفة. بس لو ركزت كويس هتلاقي ملعوبة بنفس اللي انا عملته مع حضراتكو دايما. كلكم ركزتوا في صور الصحراء الهدام. وازاي بيعملوا تركاتهم. مع ان ده مش كتاب اصلا. دي مجرد ركاية. الفقرة اللي جاية بقى محتاجة منكو كل زر التركيز. لانها مش تركاية. ده سحر بجد. فقرة الموت. سليم بيه. ايه. ده في حياتها شد حيلة. زي ما قلت لحضاراتكم. هحتاجكم تركزوا جدا 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 في اللي يحصل دلوقتي. واحتاج كمان اربعة من حضراتكم يساعدوني في الفقرة جيمة. اي اربعة. يتفضلوا على المصرح. ممكن تختارونه بنفسكم. اتفضل. اتفضلي. اتفضلوا. انا عايزكم الاول تتأكدوا ان مفيش باب سحري مسلا. مفيش اي حاجة. عايزكم كمان تتأكدوا ان السكاكين دي حقيقة. باستخدوا بالكو. عشان ما اتعوروش. تمام? وزيادة في التأكيد. حقيقة. انا احتاج بقى الرجال الجاندين اللي معانا يربطوني كويس. ويتأكدوا ان مش ممكن اخوك. يربط كويس. تمام? اشخوركم. اشتركوا في القناة شيفتلك مرخاوي خسارة كبيرة للإعلام وصناعة الميديا في مصر ومش هكون ببالغ لو قلت إنها خسارة كبيرة للإنسانية عدل المهدي مكانش إنسان عادي مكانش مجرد رجل أعمال عنده رؤية اقتصادية عدل المهدي كان مبادئ أخلاق وكان أب وأخ أكبر حقيقي لكل زملائه وقدوة لأي حد عرفه واتعامل معاه وأنا من موقعي دا ومن صرحي دا ببلغ كل تعازية وتعاطفي وموسيتي لإبنه الوحيد سليم المهدي ربينا معاك يا سليم وأنا متأكدة إنك هتكون قد المسئولية إن شاء الله الوالد سب فراخ كبير علينا كلنا سب مكانة كبيرة في قلوبنا وفي نفس الوقت سب تركة ضخمة من المشاكل والمسئوليات وأنا عارف يا سليم إنك قد المسئوليات دي عدل المهدي كان رائد وقائد أثر فينا كلنا أنا عارف إننا لسة بدري والنبوية اللي ما بقلوش ساعات مدفونة بس في موضوع كده لازم أبقى أعرف أبعاده ومقامل نفسي من ناحيته وأنا المحمد بتاعك وبقولك مفيش حاجة اسمها لسة بدري أنت بتدير مؤسسة ومسؤول عن أرزاق الناس كتير ولو في مشكلة لازم تتعامل معها من قبل حتى ما تبتدي لو بتقدر أدهن مالو لو ورسة طلعت أنا عارف إن أم مضت إنها أخذت حقها بس أنا عايز أعرف تفاصيل عايز الحاجة أنت بنيت كل حاجة مع عادل بيئة الله يرحمه المجموعة بشركاتها بالقناة ده تعبك ومجهودك يا سليم وحقك ومحدش له عندك مليم أنا ما بتكلمش عن كده أنا بتكلم عن موقفنا القانون لو ورسة ولا مالوش أه ولا لا أو بالمستندات بالمستندات؟ هو مالوش حاجة عندك ليه؟ لأنه بالمستندات وبحكم المحكمة هو مش أخوك إزاي با؟ تفاصيل الموضوع ده كانت عند أبوي الله يرحمه لما كان المحامي بتاع عادل بيئة وهو حكالي على كل التفاصيل ده اللي هي ايه؟ لما حصلت خلافات ما بين عادل بيئة الله يرحمه وبين رباب أم وأدهم والدك رفع دعوة إنكار نسبة طبعا بعد ما خد الورقة العرفة منها فما كانش معها ما يثبت إنها متجوزة ده بالإضافة إن هي اللي راحت سجلت الولد لما خليفت في مكتب الصحة ونسبيته لأبوك أيامها طبعا ما كانش في حاجة اسمها دي إيه إيه ولا الكلام ده وهي كمان ما راحتش الجلسة ليه؟ اللي استدعاء ما وصلهاش يعني إنت عايز تفاهم إن هي لحد دلوقتي ما تعرفش إن في حكمة بإنكار النسب سليم أدهم وأمك ملهمش حاجة عندك خالص ضميرك لازم يبقى مستريح من ناحية دي تماما وبعدين ديامة خدت من أبوك لما سبها كان اللي عندها زي اللي عندكم ويمكن أكتر كمان إنت بقى بوافيتك مع عادل بيئة الله يرحمه بنيت وكبرت وهي باستهتارها وانحرافها هدت وضيعت بس رايحة سليم لو حابب تقدم بلاغة أو شكوى أو أي حاجة تثبت الكلام ده إحنا جاهزين وضيلك الواد ده مجرم وسوابق وممكن نوصع ليها لا 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 ولا نوصي ولا نعمل مش عايزين فضايح أصلا ما دعمش مستهل أنا بس كنت عايزة تطمن وطمنت عادل المهدي كان رائد غير صناعة الإعلام كل كان عنده رؤية الحقيقة جماعة عادل المهدي ما كانش مجرد إعلامي ناجح غير في الإعلام المصري كل موسيقى 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 صافت شعزيني ضايا وقت ايه او مجلمو يلا شوفي خليت ايه معاك تلعش بتدورها على حد ولا ايه اتفضل يا برينس كنا عايزين اتكلم معاك المتين خير احنا واعين في مشكلة ومحلها في ايدك انت خير عايزين حد كده يكون له كرامات ولهو علاقة يعني كده بالارواح العفاريط والاسياد محاوي يعني لا حضرتك فاهم ورد انا مش ساحل من نقول انت فاكره انا عمليش ولا في العفاريط ولا في الاسياد انا راجل بعمل تركات بس يعني خفة ايه دا مش هكتر حتى لو مش محاوي مالكش كلامات ولا تفهم في العفاريط والاسياد كل دا ما يكونش معايا اللي ياكل معايا حاجة واحدة بس النمرة اللي حضرتك بتعملها على المرسح الشغلانة اللي انا جاي لك فيها شباهها بالضبط اللي هي ايه؟ حاوزين نمقل حاجة واطرح حاجة بس بخفة يد وبالتكتيك الحلو بتاعك ما عليش الله انا عزفك النفس اخدمك مش همضر صفت بتوطنوش ان انا ساحر ولا ايه؟ ساحر اه وبعمل معجزات كمان باشارة من ايدي ناس تختفي وناس تطلع من تحت الارض وبتلفون صغير اود اي حد في ستين ده انا ممكن اعمل لك حركة سحرية حلوة اوي يا راجل انا وقعت وغرقان وانت الاشياء اللي هتعلق بيها ومش حسيبك الا لو انا وانت وصلنا لبر الامان مع بعض وبعدين متابلهمش عليها حلو انا دورت في السفي بتاع حضرتك اعرفت ان انت لك سابقة في الحكرة دي قبل كده فكر كويس اوي ورد علي بعد يومين وخلي بالك انت معي هتكسب هتكسب اوي اوي وخصوصا من السحر الحلو اللي انا بعمله خلصت خلصت طب بصي بقى يا ساحر انا لو كان عندي استعداد واحد فى المية ان اشتغل مع واحد زيك فبعد البقين الحمضانين من انت اولتهم دول هسل لك كنسة خالص لان واضح ان انت اللي متعرفش انا ممكن اعمل فى كيه موسك فى جيبك ها قلوا حاجة اصفت قلوا حاجة اصفت سليم باية كفاية يا عازة بقى انا بيتهاي لان انا سلمت على مصر كلها النهاردة اي حد من الموظفين عايزي يعزي يشكر يهولي وقوليه انك هتبلغيني حاضر بس يا فندم ايه؟ مادام سلمة النمر برا وعايزة تعزي حضرتك سلمة؟ اه طبعا دخليه اه طبعا احمدتك تعالى اتفضل يا سلمة ازيك? اه طبعا في حياتك حياتك بطبعا انا مش جاي اعزيك ه على قد ما انا جاي عشان انت اتعزيني فيك الخير اتفضل ماليش امر ربنا باترجاك يا سليم لو احتجت اى حد يفتكر انا جندك من علاقتي بباك اللى يرحمه وما كانتش علاقة شغل انت كان ابوي يا وستاذي فيك الخير يا سلمة وانعرف ان لو احتاج تلك في اي حاجة مش هتتخري عني وحتحتاج حاجات لو اعتفتكر ان شغل و المسئوليات هينسوك هتيجي في وقت هتحس فيه بواحدة بساعتها لازم تبقى عارف انك مش لوحدك وعمرك ما هتبقى لوحدك طول ما انا موجودة فيه ناس اللي بينهم بيبقى اقوى مسيلة الدم والارابة زي انا بتأكد يا سلمة انا هحارب معاك عشان اللي عادل الله يرحمه وبناه يفضل موجود ويعلم ينجح اكتر القناة دي عادل حط فيها كل عقل ومجدان وعمر كله وهي بالنسبان مش مجرد مكان بشتغل فيه لا دي اهم عندي من بيتي سليم بيه تليفون ما خلاص بقى اما قلنا اللي عايزي اهزي شكري وخلاص دي نسرين صراحة دين هيا بتقول انها عايز حضرتك في حاجة مهمة بطريبات يا ايه يا نسرين البقاء للليل ونعمة بالله متشكر انت زعلان؟ نعم انت شايفة ايه؟ انا مش شايفاك يعني مش شايفة حاجة عشان كده عايز اشوفك نسرين انا فلا بيرلا دلوقتي؟ الموضوع مهم الشغل ومشاكل وانتفاقات بابي لسه عاملها مع ناس شغالين معيك وقدامك نص ساعة بس يما همشي وانت شايفة ان عادي اهني في الظروف اللي انا فيها دي اسيب كل حاجة وانزل قبلك ما قولنا انا مش شايفة حاجة فادي ايه على فكرة ازاك يا نسرين؟ الحمدلله مش ادي حيلك شكرا انت زعلان بجد؟ انت عايزاني فيه؟ وحشتيني انا مش عارفة يعني ازاي انت اللي يحصل لك كده وابوي انا يفضل عايش بخاف منك على فكرة لما تتكلمي على بوكي بالشكل ده على فكرة انا لما بصدقكش لما بتدفع عنه انا مبدافعش عنه انا عايزك انت بس اللي تفكري بطريقة سوية ساعتها مش هابق انا هابقى حد تاني طيب كنت عايزاني فيه انبارح بابي ماضى مع حد شغال معيك سلمان نمر وماضى معها بمبلغ اكتر من اللي بتاخده منك باثنين مليون بس انا اعتقد ان هي بتضغط عليك بس عشان ما تيجي التمضي معيها بتقولك انا مضيت بكذا ايه ايه وطبعا هابطر ارفع لها اجرعها حتى لو بقى اللي من ابوكي هي الدولة وهتبقى في الاخر كمان مضحية عشان القنابتها التانية سلمان امرأة ما تيجي تشتعل عندنا اولا عشان احنا مش رقم واحد سنين هي متخنة مع نص الاسطاف اللي عندنا وعندها تاريخ يسود مع النص التاني فايه يعني انتشاف ان اطنش انت متعرفيش سلمان نمر طوالما عملت الحركة دي بقى اكيد مستنية تطلع من مورا وحاجة هترفع اجرع انا عندي حل ممكن يخلصك من مشكلة دي انت عارف ان اهم برنامج عندنا بتاع ابراهيم سلامة وناجي عبدالله برح تخنقوا مع بابا خنقى كبيرة جدا وكانوا بيزعقوا ويهددوا عشان يزودوا عقده وبابا كان بيترجاهم عشان يمضوا بنفس العقد انا بقول يعني لو حاولت تكلمهم او حتى تبعت من ابوكي هيعمل اي حاجة في الدنيا عشان ابعد عنه بما فيهم انه يلغي عقد سلمان نمر اه بس لو انت بتقولي برضو ان ان سلمة عملت كده كوسيلة ابتزاز باي برضو هتطلع لي العقد عشان تضغط علي الا لو ما كانتش لسه اخدته ايه ده نسخته يا ابنت اللازينة مبسوطني خليتك تضحك انا بجد مش عارف اشكرك ازاي انا عارف ما حاسب ديك ما تخافيش حسابك تقل انا مش افضل انقل لك اخبار ابويا كده ببالاش شو ده يا طبعي هو ده بالزبط اللي انا عايزي سلام ده ايه يا معروه هاتيلي رقم ناجي عبدالله ابراهيم سلامة اللي بيقدموا برنامج الكورة اه هم تقولوا بسرعة اطلع على المكتب ايه يا طلعت فيه حاجة عايزك ترجعها قبل ما تجيلي خير العقد بتاع سلمة النمر المفروضة هي الجدد اول اسبوع مظبوط والعقد الجديد جاهز ومستني امضتك كويس اوي عايزك تقلل الاجراءة في العقد الجديد مليون جنيه خليهم مليون ونص اوكي اللي تشوفه ايه يا مصالح ألو البقاء لله سليم الحيانة كنت عايز احضر العزة بس انت عارف الظروب البقاء اللي تشكر هوي ولا اهمك يعني كفاية انا معاليك بتكلمني من نفسك انت المهم مش عايز اي حاجة مش محتاج يعني اي مساعدة من اي نوع سليم انا مش عايزك تبقى فاكر اني بعز مع زبن براكبية لا ابدا انا اجنبك يا ابني ومعاك في اي حاجة واخلصك من اي مشكلة تتعرض لها والله يا باشا مش عارف اقولك ايه يعني شكر جدا جدا بص يا سليم انا عارف ان الظروف ممكن ما تكونش مناسبة بس في الحقيقة انا مسافر قريب ومشغول باستمرار وعشان كده انا عايزك تفوت علي علشان نخلص الموضوع اللي كنا تكلمنا فيه الموضوع اللي كنا تكلمنا فيه ايوه الله يرحمه باباك بقى كان هو العقبة الوحيدة اه بس ساعتك عارف ان انا لقى شركة تانين وكلكم محتاجين شريك قوي يحميكم الحقيقة البزنس في البلد دي مس سهل وانت عارف ده كويس اعارف اه اه اعارف تيجيلي فين يا سليم انت فاكرها سهلة اسمعني كويس انا هستنى منك تليفونك علشان نظبط معادي مع السلام يا سليم مش هاتصل بس انا هجبه لك لغاية عندك واخليه كمان يترجاك عشان تشاركه ازاي بقى؟ المهم ان احنا على اتفاقنا سيادتك ليك 20% وناخد اي زيادة تزيد عن كده احنا كل اللي يهمنا هي مصلحة البلد وبس وانا كل اللي يهمني مصلحتي وبس انت عندك استعداد تروح لغاية فين عشان تحقق احلامك؟ تعمل ايه عشان توصل للي انت عايزه؟ انا عارف ان في حدود لازم توقف عندها حدود لو عديتها الحلم نفسه مش هيبقاله معنا بس افرد ان فيش قدامك حل غير انك تكسر الحدود دي تعمل حاجة انت شايفها غلط عشان توصل لحلمك افرد بعد التعب والكفاح والتضحية وبعد ما قربت قوي لقيت ان فيش قدامك غير اختيار من اتنين احلمك ايه ما بقت اك تعمل ايه؟ ما هو لو اللي انا عايزه دا ما يتحققش اللي عم طريقي الغلط فهي اكيد حاجة مش مظبوطة والمفروض اصلا ما عملهاش ولا ايه؟ انا هقولك حاجة ومش عشان اكون برضي ضميري وخلاص او ببره ما بقى فيه الحياة مش هبقى توسود مش عمليات حسابه خلاص يعني سعب يبقى لازم تعمل اللي عمرك ما كنت في يوم تتخيل انك تعمله عشان تحقق حلمك وقل لها تبقى جرمتك الحقيقية انك ضيعته علشان جبان سلام يا متعد بسأل خير بسأل خير بسأل نور سليم في مشكلة محتاجة دا دخل سريع منك بسأل خير بسأل خير طيب وما كلمنيش انا ليه اه يعني هو متخيل ان انا ممكن اقصر عليك وزي ما سيادتك عارف الاي سي بي من اهم الشبكات الاعلامية اللي موجودة في المنطقة والعالم كل ولو وفقنا على عرض التعامل هنبقى مقطع فضح هنضيع هنبقى مجرد توكيل زي ما تعمل فاس تفوت كده تسمح لي اؤثر عليك انا وعدت الراجل ولازم تديني فرصتي خصوصا يعني انه هو لمح لي انه هيديني كوميشن تفضل عادل قول لي سليم بيه الكلام الي يقلق الي انت قولته لي احنا كان عندنا اجتماع مع الناس بتاع اوميديا واحمد سامي الوكيل الاعلاني بتاع برونستار الاجتماعين اتلق وشريف حسن اللي كان معانا في الاوكوزيشن قال لي انهم بيفكروا يروحوا لقناة العهد بنيوم وليلا كده لا 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 جلال صلاح الدين بيخطط بقاله فترة وطبعا الظروف الاخيرة اللي حصلت دي خليته يستغلها انا مش هستغرب لو لقيته بيتفاوض مع المزيعين والاسطاف كله اه معاو ده اللي بيحصل تقريبا احنا لو قعدنا مع مستر هورت والناس بتاع الاي سي بي والكلام ده اتعرف وتصرب للصحافة وتقال ان احنا احتمان نشاركهم ده كفيل بانه ويقف كل اللي بيحصل ده سوريا سليم الناس بتتصرب زي ما يكون سفينة وبتغرق والكل بيجهز نفسه عشان ينطف اول مركب الكلام ده لو استمر كتير ممكن قريب نستغنى عن الموظفين وننكمش ايه ده علي؟ يالله يا رب ايه؟ تقل لي جابك هناك حشل ايه ايه؟ شفك صقفة؟ تمام؟ هاجكورسي هاجكورسي اه.. ماذا؟ ايه معدلك؟ اشيدي؟ قشرت عمر؟ رحاب المنتمتين معانا في القناة ايه بيجي رحاب ايه؟ ايه؟ بعمل هاذ؟ ايه مو أخرج الهواء؟ انت هتمرن معانا؟ يا مو زهد الحال رحاب خدي بالك لو سمعت يفاصل قد اللي هو درامي قال لي ان خلاص بجازل فيزا والله لما لقيت فرصة احسن بقى بتتبقى مع بعض فرصة اخري البيترط انا يوجد خشي مفاص انت لسه الغدرات بتحباها وليس الغدرات بتحباها موتلاش مزبوطك انا بقى سبلي نفسك انا بانت اخي كتانيلي اللي عايزة لخلق يا شاهندة بس بس علي شاهندة سب نفسك بقى شاهندة قليل ازاك يا شادي عامل ايه شادي يتمرض معانا على فكرة بجلد?! اهوقت ايه قم باطmade واحد هذه الكلية والله لسه اهله نفس الكلام طوع ايه ان لم بهتش شادي بقى اكيد ونعمل السراً مع بعضينا ايه طبعا بيزنو ومرفوط اي شبتك يا شادي اه انا كمان يا عادي ooh ايه يا كمان شادي طوقي ما تبقاش خلصان اهلا أهلا يا جللبي ازيك؟ ايهلا سلمحك اه في مشكلة بس في العقد بتاعك يعني ايه ايه اللي حصل بالزبط واضح انه سليم عارف الموضوع يا مدام سلمة من شوية واحمل المكتب بتاعه واتصل هنا تكلم مع ابراهيم سلامة وناجي عبدالله او خدمة وعيد اه طبعا عارف انه دول اهم اثنين موزعين عندي فتلاقيه بقى بيحاول اضغط عليها عشان نرجع في كلامي معك طب هنعمل ايه دلوقتي انا مش هعارف اديك العقد خصوصا بقى النسخة دي تصربت واكيد زمانة بني دي ولذلك بقى انا مستنيكي بكرة عشان ننضي عقدك دي ها 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 وبرقم اعلم اللي فات خلينا نقول ازد من اللي بيدفعه لك مسانا بتلاتة مليون لا 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 انا كده ممكن نطمع يا جلال بي وتلاقيني بردو جيالك وقعدة واشتغل عندك في القناة يا ريت بس انا عارف للأسف انه حضرتك لايمكن هتعملي كده ما انت عارف انا اللي بنيت القناة هنا ولو بنحاول نكون فار الامسي كان لازم تكون القناة بتاعتي ومعاك الفلوس والنفوز اللي خلوك بتشتريه عاشر قنوات مش واحدة فاضل بس سؤال فضولي يعني وليه يا مدى بسلمة وانت بتستخدمي معا طريقة دي ليه انت لو طلبت اني بزويدك هيرفض يعني ما انت عارف ان المسألة بالنسبة لي مش مسألة فلوس انا اجري لازم يكون اعلى اجر في مصر حقي والاعلانات تشهد بدا وبعدين فيه سياسة جديدة كده في القناة مش عجباني ومش هواقع عقدي الجديد اللي لما شروطي كلها تتنفس يا انا بخليني اقولك انه ما فيش حد في الدنيا دي له مصلحة انه يزعارك بشكرك يا جلل بيه انا كل اللي عايزه بس ان انا اتطمن وطمنت بس مش معنى انك تتطمن اننا ما ناخدش عذرنا انا سابق وقولتلك ان الواد ده سوابق يعني ممكن يزيك ازاك اخويا اشتركوا في القناة